مرحبا يا حلمين أهلا وسهلا فيكم مرة تاني بقناتي بفيديو اليوم حبيت أجرب منتجاتكم المفضلة من كيكا وأقيمها قبل أسبوعين تقريبا نزلت الكمبوست على يوتيوب وسألتكم فيه شو هي منتجاتكم المفضلة من هاي البراند في شغلات حكيتوها أنا كنت أريدي مشربتها بس في شغلات جديدة كانت حاولت أجيب أغلب المنتجات اللي حكيتو عنها أنا أصف إذن سيت شغلات تانية كتبتو لي ياها كمان في شغلات كانت out of stock طبعا أكيد ما في منتجه بيزبط مع الكل هذا الفيديو عملته حتى نشوف إذا تجربتنا لهذه المنتج هتصيب بعض أو لا لو عجبتكم الفكرة ما تنسوا تعملوا لايك ويلا خلينا نبلش أول منتج اليوم هو skin trainer CC blur صراحة إجاني كومنتين أتوقع عن هذا المنتج كتير تحمست أنه أجيبه منتج خرافي طبعا هو ممكن يستخدم لحاله ممكن تستخدمه كبرايمير تحت الميكوب فكرة أنه بيخلي البشرة من مسها مخملي يعني إذا عندكم مسام بيمسحه تقريبا إذا عندكم لما زايدة بيتصفيها ما بيعطي تغطية بس حسيته بيوحد لون البشرة القوام بتاعه شوي تقيل لما حطرت منه لحاله كترت منه شوي بس إذا نعوين تستخدمه تحت الفانديشن حطوا منه بس كمية كتير قليلة لأنه حيصير كتير صعب إنكم توزع الفانديشن طبعا هو لكل أنواع البشرة بيجي منه أربع درجات اللي عندي هو light اللون بتاعه كتير خفيف زي ما حكيت لكم ما بيعطي تغطية خرافية إذا عندكم مسام واسع وبتكون منتج مش كتير غالي أتوقع أنه تحبوه تقييمي له المنتج 10 من 10 وبردو الكنسيلر إجعلي أكتر من كومنت واسمه هو Highlighting Effect Fluid Concealer منتابعني من فترة بيعرف أن أنا كتير بحب هذي الكنسيلر لتحت العين واشترت منه أكتر من مرة هاد بيجي نعم كريمي مش كتير تقيل تغطيطه متوسطة بيعطي إضاءة حلوة لتحت العين درجة تعطي هي واحد في منه أربع درجات أتوقع ياريت كان فيه أكتر هاد رهيب لتحت العين برأيه بس إذا عندكم حبة ما حسيته كتير منح بهذه الحالة لهذا السبب بعطي 9 من 10 وفي بنت كمان كتبت لي عن منتجات هي جربتها من Line Green Me وكتير حبيتها حكيت لي إنها استخدمت بلشر و Eyeshadow Palette طبعا لقيت بلشرين من هاد اللاين في واحد باودري والتاني كريمي صراحة معرفته شو استخدمت فقررت أجيب لتنين وأجربهم الحبلش بال Eyeshadow Palette كان في منها تنتين وأنا اخترت الرقم همين واحد واسمها Cool Spice البالت كتير كيوت وصغيرة فيها تسع ألوان الدرجات تقريبا ترابية بفنشز مختلفين يا أما شماريا دوب واضح وفي شغلات عمي تلك أكتر الألوان مش كتير بيجمانتد يعني ما طلعوا معي الألوان دغري بشكل واضح كثرت منهم لي بينوا حاستهم مايلين للناتشور الأكتر خاصة بالنسبة للألوان اللي فوق واللي تحت الدمج والثبات حلو كتير حبت المراي بس أنا بفضل Eyeshadow اللي بيبين لونه بشكل أسرع من هيك وكمان كنت تباني لو في درجات مات من هاي البالت عشان هيك رح أقيمها 8.5 من 10 ويلا نحكي عن البلشر الباودري من نفس اللاين وبردو بيجي معه مراي شوفوا ما أحلى لونه كتير حلو صراحة هالبتكم تكتروا منه شوي حتى يبين لون واضح معكم يعني هو بالدبل في نشتعته فيها شين يعني شمر كتير 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 صغار حسيتهم ما ببينه إلا لما تركسوا منيح شكله على البشرة كتير حلو دمجه رهيب الثبات عالي في درجتين من هاد البلشر الثاني هي عكورة الجاية لأنه جبت منها رقمها 102 واسمها Soft Move درجة رهيبة مش كتير مكررة عندي حبيتها وكتير حلوة لكل الفصول وتعطي شوي هيك دفا للوجه تقييمي لهاد البلشر هو 10 من 10 والثاني هو Crayon for lips and cheeks هاد اتنين بواحد يعني يستخدم كبلش الكريمي وكمان كلبستيك كتير حبيت إضافة البراي الكبيرة حتى تبروه يعني ما بتتغلبوا فيه أبدا كمان حلو لما تستخدموا مع الشفايف والاخدوط بنفس الوقت لون تعب ببين بسرعة وانما دمجه حلو ثباته عالي فين اشتعته زي البشرة تقريبا تعطي شوي يغلو أتوقع ما تعجبكم لو بشرتكم دهنية ثباته كلبستيك وسط يعني بيعمل ترانسفير وبيعطي شوي ترطيب كان فيه منه درجتين غير هاي بس للأسف التنتين out of stock الدرجة اللي عندي رقمها 104 هو لون من درجات الأحمر لما تحطوا منه ببيني كتير طبيعي كأنكم هيك بردانين وبشرتكم محمر شوي برضو بقيموا 10 من 10 وبردو فيه كومنتس اجت على بلاشر تعاهم وانا كنت أصلا مستخدميته من قبل اللي هو unlimited blush انا عندي لونين من هاد البلاشر صراحة ألوانهم كتير حلوة ثبتت عهم عالي بالنسبة لأيلي بس فيه بنت قبل كتبتلي انه ما بيثبتوا كتير عليها لانه يمكن بشرتها دهنية هي هيك كتبتلي فما بعرف إذا اللي بشرتهم دهنية رح حبوا أو لا بالنسبة لأيلي بشرتي مختلطة شكلهم كتير حلو على البشرة ما ببينوا أبدا سماك برضو بيجيوا بالدبل يعني اللون طاهم ما بتحسوا بسرعة ببين درجات اللي عندي هي مات فيه درجات تانية بيكون فيها شمر فانتبهوا قبل ما تشتروا أنا عندي درجة واحد واثنين لرقمها واحد بتجي كورل بينك أما الثاني فهي لون برتقالي تقريبا مناسبين للاستخدام اليومي وبرضو بعطيهم عشرة من عشرة كمان فيه بنت حكتلي انه كتير حبت لبرونزر واسمه هو فلوليس فيوجين برونزر باودر شكله زالي بلا شرعت من برية بس الحجم تاعه جاي شوي أكبر طبعا الدرجة اللي جبت منها رقمها خمسة ناسبت لون بشرتي أكتر من غيرها واندرتون تاعت لون هاي الدرجة مالي شوي للأصفر يعني بتحسوه بيعطي شوي على جولدن كمان فيه شمر كتير صغار برأيي ما ببينه بشكل كتير واضح طبعا ممكن يختلف من درجة للتانية دمجه حلو ثباته منيح ما ببين شكله كتير اوفر وبرضو بتحسو بالدبل انا بحب هذا الاشي بالبرونزر لانه بحس انه لو كترتوا شوي منه ما بيطلع كتير وجهكم غامل رح اعطيه عشرة من عشرة بس انه فيه شمر فانا ما رح استخدمه بالشيطة بنيجي لأكتر منتج مشهور ثابت من كيكو ميلانا واللي هو الروج اللي اسمه انلمت الدبل تتش اغلبكم حطوا بالكومنتات هاد بيجي جهتين جهة فيها ليكويد لبستيك والتاني هي غلوس شفاف حتى تحطوا فوق الروج اذا بتكون الفنش تكون غلوسي او يعني فيها لمع ممكن كمان تكتفوا بس باللبستيك قوامته بيجي كتير كريمي وسهل توزيعه بس بده فترة لا ينشف يعني تقريبا عشر دقايق قبل ما ينشف بتحسو شوي بدبق بس بعدين بصير مات وببطل يدبق طبعته خرافي ما بيتحرك من مكانه الابليكيتر فيها طعجة سهل التوزيع فيها ريحة الروج فانيلا اما الجلوس ما الو ريحه عندي درجتين اول واحدة رقمها مية وستة جيلون احمر غامق او يعني خمري تقريبا اما التاني فهي مية وثناش هو Long Coral Pink في شمار كتير صغار بقيمه تسعة من عشرة لانه احيانا بيزعجني انه بيدبق كتير قبل ما ينشف واكتر منتج بحبه من عندهم وكتير منكم كتبتوه اللي هو ال 3D Hydra Gloss جربت منه واحد ورجعت جبت منه كمان لانه كتير عجبني حرفيا مرت فترة ما بستخدم الا هاد بيعطي ترتيب بجنن كتير الفورميلة ناعمة لمعته بتجنن وبرده ريحته فانيلا الابليكيتر مش كتير كبيرة ملمسها ناعم وقلها تعجة حلو التوزيع فيها كمان عندي منه درجتين الاولى هي ستة تقريبا هو pink فاتح فيه هنت على مش مشي لما تحطوه ببين كتير ناعم تقريبا شفاف بس هيك بيعطي لون خفيف كمان فيه شمار كتير صغار ثاني درجة رقمها 20 هو لون نود فيه شمار عدهبي حسته ماضحين نوعا ما اوضح من الدرجة اللي قبل بس اللون جدا خرافي بقيمه مليون من عشرة ونيجي هلا الى long lasting eyeshadow stick هاتشادو كريمي عاملينه على شكل stick صراحا صدامت قد ما هو حلو من ناحية الثبات والكواليتي رهيبة طبعا بالمحل كنت اعمل سواتشز لاكتر من لون وجيت امسحهم عن ايدي بعد خمس دقائي تقريبا ما قبلوا ابدا يتحركوا من مكانهم بعدا حطتي شوي كريم ومسحت خف لونهم بشكل كتير بسيط عشان هيك بنصحكم تحطوهم وتدمجوا دغري لانه الثبات رهيب وما بيتحركوا عنجد في درجات شمار وفي شغلات مات اللي عندي درجته رقمها 61 هو لون pink creamy وجاي مات كتير نعمة هاي الدرجة تقييمي برضو 10 من 10 كتير حلو هذا المنتج واخر منتج اليوم هو مرتب الشفايف هات صراحة في حدا كتب لي عن المرتب بس ما حدد اي واحد فيهم ولما رحت عالمحل كتير حبيت درجات هاد ما بعرف اذا هاد هو اللي اصدت بس رح احكي لكم عنه الوانه كتير نوترال لون اللي بيعطي كتير خفيف وطبيعي صراحة حبيت خفت اعطاء ومستوى الترتيب كتير ذكروني بمرتب شفايف ديور درجة اللي عندي رقمها 8 واسمها almond ما قدرت اقوم هاي الدرجة صراحة رهيبة رحت الفورميلة زي ال almond يعني اللوز ما بعرف اذا كل درجة الها ريحة مختلفة ولا كلهم ريحتهم هيك ترتيب تاعه مش كتير عالي بس يعني منيح ما تتوقعوا ترميم بس بيعطي ترتيب خفيف الفنش تعته الهلم معه كتير خفيفة وكمان بعطي عشرة من عشرة كتير حباته برضو صراحة ما توقعت انه كل المنتجات يعجبوني بس طبعا بدرجات متفاوتة شكرا لكم شكرا لكل حدا كتاب كومنت وعرفني على منتجات جديدة بس هكي بيكون خلاص فيديو اليوم بتمنى يكون اعجبكم واذا اعجبكم ما تنسوا تعملوا لايك سبسكرايب وتفعلوا جرس التنبيهات حتى يصلكم كل شيء من قناتي وشوفكم بالفيديو الجاي باي اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة